بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هذه الآيات الكريمة من سورة الأنبياء تتحدث عن سيدنا أيوب وهو نبي عظيم من الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم تصريحا وعددهم خمسة وعشرون نبي هذا النبي العظيم صار مضرب المثل في الصبر حتى جرت على ألسنة الناس حينما يشتد بهم الأمر أن يقولوا اللهم ارزقنا صبر أيوب هذا النبي العظيم كان من الأنبياء الكرام وابتلي في ماله وولده ففقد ماله كله وفقد زريته كلها وأصابه المرض وكان لا يجد شيئا واشتد به المرض واستمر عليه المرض وفي النهاية يقول في الآية كما سمعناها أني مسني الضر لم يقل يا ربي أنا مريض كلمة مسة يعني اقترب وهو يقول هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لم يقل يا ربي أنا اشتد علي المرض لم يقل طاع كل مالي ولهذا كان نموزجا في الصبر وكان أسوة في الدعاء يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى وفي الآية الأخرى في سورة صاد يقول ربنا سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نسب الشر إلى الشيطان وهو في هذه الآية يبين أن الشيطان يفسد عليه دينه وهو الذي يسول إليه أن هذا الابتلاء سيستمر عليه وأن الله سبحانه وتعالى لم يلطف به فعكس هذا المعنى بقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كأنه يقول لرب العزة يا ربي احفظني من كيد الشيطان اشفني وعافني حتى لا أكون فريسة للشيطان قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجاه الله سبحانه وتعالى وقال له في سورة صاد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وقال جل في علاه ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب هذه القصة هذه القصة تمثل درسا في الصبر يوحي الله به لكل نبي ويوحي الله به للمؤمنين إلى يوم القيامة فما نزول هذه القصة في سورة الأنبياء وهي سورة مكية وفي سورة صاد إلا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله لا تجزع لا تضجر فقد ابتلي الأنبياء من قبلك وهذا موجه إلى كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يصبر على الابتلاء وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخلص لله الدعاء مع الأدب العالي الذي أرشدتنا الآية إليه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني لا ترضى لعبدك أن يظل هكذا في هذا الابتلاء دعا الله سبحانه وتعالى بعدما فقد ولده وبعدما فقد ماله وبعدما فقد كل ما كان فيه حتى صحته وحتى أقل الأشياء التي ينعم الله بها الله على الإنسان وأن يستطيع أن يقوم بحاجة نفسه فدعا الله سبحانه وتعالى فأنقزه الله ونجاه وآواه ورزقه بمثل ماله وأزيد وقال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا هكذا تبين الآيات عاقبة الصبر وهكذا ترشد الآيات الصابرين وأن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب وكذلك نجز الصابرين مثل جزاء هذا النبي العظيم حينما صبر على الابتلاء ودعا الله سبحانه وتعالى فكان الله معه وعوضه عما فقد وأخلف عليه في زريته ورزقه الخير كله ونجاه يوم القيامة هذا درس عملي لكل من ابتلي في هذه الحياة أن الصبر جزاؤه رضا الله وجزاؤه عوض الله سبحانه وتعالى وإخلافه على عباده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يلطف بنا وأن يرفع عنا كل بلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته